اهلا بكم متابعين الاكارم سأتخفيا أن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في إشعال الخلافات وتأجيجها لسيما وأنها خلقت استفافات وجماعات داعمة لهذا الكاتب أو ذاك أسمها ضيفنا في مقالة له بالعصابات الإلكترونية سأتحدث مع ضيف الكاتب والروائي هيثم حسين عن أمرين أو ربما معضلتين كما يرهما رواد الأدب أحدهما وسائل التواصل الاجتماعي والآخر الجوائز أهلا بك أستاذ هيثم سعيدة بقبولك الاستضافة أهلا بكم وأنا سعيد أيضا أني معكم اليوم شكرا لك سابقا كان هناك مجلات ثقافية شهرية تتبع سياسات تحريرية صارمة ورغم وجود ملفات ثقافية أو زوايا وملحقات في الصحف إلا أن الراغبة بالنشر كان يجد صعوبة في نشر نتاجه اليوم بوجود النشر الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي باتت الأراء الشخصية للكاتب متاحة أكثر والتفاعل معها أيسر والتحشيد للكاتب أيضا وأرائه أسهل هل كسرت السوشال ميديا لنسميها هيبة الكاتب أم أنها ساهمت في وصول أسهل له ولأفكاره؟ أعتقد أن السوشال ميديا أو التواصل الاجتماعي هي أداة يعني كأي أداة أخرى يمكن استعمالها باتجاهين أو بأكثر من اتجاهين الجانب الإيجابي منها يمكن الإفادة منه من حيث التواصل مع الآخرين من حيث الاطلاع على أفكارهم من حيث التعبير عن أفكارنا من حيث كسر القيود بالوصول إلى المنابر التي كانت في معظمها محتكرة إما من سلطات رسمية أو من جماعات قد تكون مختلفة عن الأخرى وتحاول تقديم كتابها وهذا من جهة من حيث الجوانب الإيجابية لكن المشكلة تكون في تحويل هذا الجانب الإيجابي إلى جانب سلبي أقصد من ذلك أن يسترغل الكاتب هذه الوسائل التعبير للإكثار لاستعداء الآخرين لممارسة العدوانية للإلغاء الآخرين أو تهميشهم يعني أن يتقمص الدور الذي كان يحاربه في السابق الكاتب من حيث كان يعاني من الإهمال من التهميش أي أن يكون لهذه المنابر أو هذه الوسائل تكفل حرية التعبير لكن حرية التعبير هي مسؤولية والكاتب هو أكثر الناس من حيث الاشتغال على الكلمة والاهتمام بالكلمة والإحساس بمسؤولية الكلمة لذلك هي الاستغلال في جانب آخر الجانب السلبي الجانب الأكثر سلبية هنا التجيش للكاتب بحيث أن تكون هناك جماعات تدعمه وهذا الدعم يتحول لاحقا إلى نوع من الشوفينية تجاه الآخرين تجاه أي كاتب آخر وهنا هذه المصيبة وكأنه لا يجوز أن يكون هناك تنوع كأنه يعني ننقل المأساة في نقل الدكتاتوريات الاجتماعية أو الدينية أو السياسية أي أن يكون إلى وسائل التواصل وممارستها بطريقة تتناسب مع هذه الوسائل يعني من هنا الوسائل هي أدوات بحذاتها وهذه العدوات نحن الذين نسخرها إما نسخرها بشكل إيجابي أو نسخرها بشكل سلبي والمأساة حين لا نعي مسؤولية الكلمة على هذه الوسائل طيب يعني إن عرفنا الشوفينية بشكل مبسط هي ربما الاعتزاز بالنفس رفض الآخر أو تميز عن الآخر هذه الأمور موجودة عند كل إنسان في كل مجتمع ربما يعني هي ليست توليدة مع وسائل التواصل الاجتماعي إنما كيف يمكن الحد منها كيف يمكن للكاتب يعني أن يحد من تلك الجماعات التي أو الحالة التي أسميتها حضرتك تجييج عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني المثقف يطلب منه تحجيم النعارات اليوم بات يشعلها صحيح يعني كما تفضلت الشوفينية يعني وباء قديم قدم الإنسان وهو الجزء يعني جزء من الطبيعة البشرية الطبيعة البشرية فيها خير وشر وإذا عزز الإنسان الجانب أي جانب لديه يمكن أن يتضخم هذا الجانب ويمكن أن يشكل الصورة الكاملة أو يغطي الصورة الكاملة تجاه الآخرين الإنسان حين يغذي عدوانيته يتحول إلى كأن عدواني ومن هنا يكون هناك مجرمون وهناك أخيار وأشرار بعيدا عن هذا التصنيف الخير وأشر وسائل التواصل كيف تعززت هذه الشوفينية من خلال وسائل التواصل اليوم هناك مساحة مفتوحة لأي كان للتعبير عن رأيه هذا التعبير عن الرأي يمكن أن يكون بأساليب راقية بأساليب أتبية بأساليب محترمة تحترم الآخر تحترم كرامات الآخرين تحترم حساسيات الآخرين لا تنال منهم ولكن حين يتم تحويل تلك هذه الوسائل إلى أدوات النيل من الآخرين لتتفيه الآخرين للإساءة لهم لتعامل معهم بعدوانية هنا الشوفينية التي القابعة في النفس تتصدر وتصبح من الجرائم الالكترونية أصلاً التي يمكن أن يحاسب عليها الإنسان حين يتمادى فيها بحسب هناك كثير من القوانين أو كثير من الدول أيضاً تتوجه لوضع قوانين لمراقبة هذه الوسائل أو لفرد مسؤولية أكثر على المستخدميها الأديب هنا هو الذي يفتح هذه الكوة أمام قرائه أو متابعيه أو لا الحديث ينطبق على جميع المستخدمين لك المستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي لكن بالنسبة للمثقف الأمر أكثر تأثيراً أو أكثر إغالاً في التأثير من حيث هو من يعتبر لدى المجتمعات من قادة الرأي أو من صانعي الرأي بمعنى ما حتى يكون ذاك الرأي تأثير معنى أو تأثير كبير يعني عذراً أستاذ هيسم يعني هناك مداخلة بسيطة يعني هناك من يذهب إلى أن المثقف إنسان بالنهاية له أراؤه وخلفياته وتطلعاته يعني أليس من الطبيعي أن يعلن عنها؟ صحيح الإعلان عنها حالة طبيعية لكن إن حدث الإنسان دائماً عما يجول في داخله من دون فلترة من دون تصفية من دون فرض مسؤولية عليها لرأي حروباً أهلية في الشوارع الإنسان مفروض أن يضع أول أدي بشكل أكثر أن يضع روادع أن يحس بمسؤولية الكلمة بأبعاد الكلمة حين يجرح الآخرين هو يفتح الباب أمام العداوة الحقيقية وليست العداوة الافتراضية حين يسئل الآخرين ينال منهم لا أتحدث هنا عن جوانب قد يعني من الطرفة أو أدب السخرية أو الأدب الساخر أي أن يكون لكن حين يتحول الأمر إلى أمر مبيت إلى غاية مقصودة بحد ذاتها أما الحديث أن كل الناس لديهم جانب شرير جانب شوفيني جانب عنصري وما الضير في كتابته أو ظهري على وسائل التواصل كل إنسان مننا لديه الكثير من الشخصيات في داخله المبضير إن مارس في العلن ما يمارسه حين يكون وحيدا أو بمعنى أدب حين ينزع عن نفسها القيود وكأنه وحيد هنا يعني علينا أن نرعي الآخرين على الكاتب أن يرعي الآخرين أيضا لا يتعلق الأمر بأن نتحدث كما من دون قيود من دون فلترى من دون إحساس بما ستخلفه الكلمات على الآخرين نعم نتود أن تقول أن هناك أخلاقيات خاصة يجب أن يتحلى بها قادة الرأي العام منها الكتاب قبل الرقابة المجتمعية هناك رقابة ذاتية هذه الرقابة ذاتية تنبع من المسؤولية ذاتية للإنسان لأي كان للكاتب التحكم بغرائزه لا ينبغي إن كنت غاضبا أن أكتب أمرا غاضبا يسئل الآخرين والإنسان في حالة الغضب لا يتحكم بعقله أو بوعيه كما يجب عليه أن يهدأ يزن الأمور بميزان لأن الكلمة حين تخرج لا يمكن إرجاعها وتأثير الكلمة يقال تأثير اللسان أمضى من تأثير السنان من حيث الشدة وجرح اللسان لا ينسى غالبا قد ينسى جرح آخر لكن من يجرح الآخر باللسان يحتاج هذا الجرح إلى وقت طويل ليندمل من هنا الكلمة أشدد على تأثير الكلمة وعلى مسؤولية الكلمة مسؤولية الأديب أمام كلمته في العالم الافتراضي الآذبات واقع وجزء من عالمنا الواقعي هل الكاتب هو من يقود الجمهور جمهور المعلقين يقودهم إلى التجيش والكراهية والتحشيد ضد الآخر أم أن الجمهور هم من يدفعون بالكاتب للإنجرار إلى تلك المسألة يعني هي حقيقة العلاقة الشائكة بقدر ما هي بسيطة الكاتب لا يقود أحدا بالمعنى الحرفي للكلمة الكاتب يلقي كلمته تلك الكلمة قد تلقى آثانا صاغية عند قراءة هنا وهناك يتفاعلون معها حين يتفاعلون معها آلية التلقي والتفاعل قد تختلف من شخص لآخر هذه التفاعلات مع كلمات أو منشورات الكاتب قد تدغدغ لدها كثيرين من جوانب نرجسية تضخم الأنانية فينساق وراء هذه التفاعلات ويبدأ بإرضاء من دغدغ مشاعره أو من هو من دغدغ هو مشاعرهم يعني هذه العلاقة علاقة بقدر ما يعني أسلافت أنها بسيطة تبدو معقدة أيضا لا يجوز الإنجرار وراء دغدغة المشاعر أو تلك النرجسية التي قد تتضخم بالتراكم كما لا يجوز التبعية العمياء لما يكتب ومن الأهمية بما كان التمييز أحيانا بين سلوكيات الكاتب وبين أدبه الكاتب حين يمارس بعض السلوكيات الصفحة يعني صفحات وسائل التواصل باتت كمنازل الكتاب وأحيانا نوازل قد تكون نوازل لبعض الكتاب أيضا حين يسيئون استعمالها وما ينطبق على الكاتب هنا ينطبق على الآخرين على جميع مستخدمي وسائل التواصل لأنهم يمارسون نفس اللعبة نفس الآلية الكتابة المنشورات التأثير التأثر التفاعل المشاركة إلى آخر تلك الآليات التي المستخدمة في وسائل التواصل لكن الأديب بحكم أنه رأس ماله الكلمة الكلمة هي أداته وهي التي يمارس من خلالها أفعاله يعني هو فعله الكتابة والأدب مسؤوليته أكثر من مسؤولية الآخرين بحكم اشتغاله بالكلمة ويقال يعني دائما ما أردد هذا الكلام الأديب حين يخونه التعبير أو يعني هذا من مساوء التدبير بالنسبة له ويعني من مخاطره أيضا عليه يعني مع فارق أن الأديب أو قادة الرأي العامة المؤثرين هم متابعين أكثر فهم مؤثرين أكثر ننتقل إلى مقالتك يعني أود أن أشيري لها في وسائل التواصل الأدباء هم الأقل تأثير على ما أعتقد هناك كثير من اليوتيوبرز باتوا مؤثرين أكثر من الكتاب والأدباء لأن الأمر يتعلق بالمحتوى قد تكون هناك راقصة لديها ملايين المتابعين وتجدين بعض الأدباء لديهم مئات أو آلاف المتابعين التأثير حسب الجهة المستهدفة أين يتوجه من يعني يمكن أن يسمع من يمكن أن يقرأ كما تعلمين الناس باتت أو يعني ليس حكما تعليميا لكن كثيرون مننا باتوا يكتفون بقراءة وسائل التواصل أو منشورات قصيرة وكأنها أحكام مطلقة يعني مثالك سيد هيثم كان شائك الرقص أيضا فن يعني ويستحق المتابعة نعم الرقص فن وأنا كتبت في كتابي أنا لا أستخف بأي فن من الفنون أنا كتبت في كتاب نقد لي بحث كامل عن الرواية والرقص كيف استلهم الروائيون الرقص وكيف شكل الرقص عوالم الروائيين أنا لا أستخف أنا كنت أتحدث عن تأثير الفنون أو تأثير ذكرت أن الكتاب أو الأدباء باتوا أقل المؤثرين تأثيرا الآن في مجتمعات أو في مجتمعات وسائل التواصل بالأحرى نعم إلى مقالك عصابات إلكترونية يعني هو عنوان المقال الذي تحدثت فيه عن اللغة الحاصل بين الجهات المانحة للجوائز والفائزين والمرشحين ملاحة لمن وجهت هذا المقال؟ يعني ما الرسالة التي أردت إيصالها؟ المقال هو جاء كمشاركة أو مساهمة مني في ملف أعدته صحيفة أخبار الأدب المصرية الملف كان عن الشوفينية العربية بين قوسين هي أهلية وباء قديم نحيته الجوائز فكانت هناك ثلاثة أسئلة موجهة للكتاب أنه كيف بمعنى تعظمت الشوفينية من خلال الجوائز كيف يمكن تحجيمها إلى آخره في هذا الفضاء العصابات الكترونية هو جزء من الأفكار التي وردت في المقال بالنسبة لأي جائزة للتقسيم بين الأمور أو للفصل كي لا تكون الأمور مختلطة وتضيع الطاصة كما نقول الجوائز بداية الجوائز مهمة جدا لتكريم الأدب لتتويج ما يجده أو ما تجده لجانب تحكيم يستحق للاحتفاء بهذا المنجز لإيجاد سوق لهذه الأجناس الأدبية سواء الشعر قصة أدب فنون بصرية رقص موسيقى أين يكن الجوائز مهمة جدا في هذا الإطار تشجيع الآخرين أيضا على اقتناء هذه الأعمال أو التوجه إليها تقدير هذه الأعمال تقدير مدي ومعنوي الإحساس بقيمة ما يفعل الأدباء والفنانون وتشجيع الأجيال الجديدة على أهمية على التعزيز أو الالتفات إلى هذه التفاصيل أو إلى الفنون والآداب هذا جانب الجانب الآخر متى يتم تحويل هذه الجوائز وتشويهها من يعني لنفترض حسن النية من يؤسس أو ينشئ جائزة يهتم بتقدير وتكريم الآخرين أما حرف الجائزة عن مسارها وتوجيهها باتجاهات أخرى هذا يأتي من خلال الممارسات من خلال لجان تحكيم المتغيرة من خلال تفاصيل مختلفة وأيضا من خلال لاحقا من خلال من يعتبر أنه الأحق كان الأحق بها لكن لأنه لم ينالها عليه أن يستعديها عليه أن يبدأ بكيل التهم لها من هنا تتحول الجوائز من الجانب الإيجابي إلى أداة للنيل من الآخرين وأداة لممارسة الأنانية والنرجسية وأظهار الغرور أيضا يعني يحدث لبس بين قيمة الجائزة من ينال الجائزة ليس أفضل للموجودين ليس هو الأفضل على الإطلاق هذا هو يعني أو عمله روايته كتابه الشعري هو الأفضل من وجهة نظر هذه اللجنة القائمة على هذه الجائزة في هذه الدورة في دورة أخرى لاحقة قد يكون هناك أمر مختلف أو إذا وضعنا لجنة تحكيم مختلفة بالتأكيد قد تختار عمل مختلف هذا يرجع لأذواق وذائقات لجان التحكيم وهو ليس الحكم المبرم لأنه في الأدب والفن ليس هناك حكم مطلق أو مبرم أن هذا العمل أفضل من ذلك الأمر يتعلق بذائقة القارع ما أجده أنا خارقا أو مقدسا قد تجدينه كتابا عاديا أو رواية عادية وهذا من طبائع البشر وهذا من جماليات الأدب أصلا يعني الاختلاف اختلاف الإبداع واختلاف التلقي أيضا يعني كان لدي سؤال في هذا الخصوص حضرتك استبقت الإجابة لكن سأتي عليه في ذات الملف الذي حضرتك كتبت المقالة فيه كمساهمة يعني هناك أحد الكتاب من ذهب إلى مسألة المحاصصة في توزيع الجوائز في عالمنا الذي يسمى بالعربي رغم وجود الكثير من القوميات لكن هل كثرت الجوائز طريقة منح الجوائز في العالم العربي أو وجود أقطاب ثقافية أخرى غير التي كانت موجودة مسبقا وسياسية هل هذه الأمور هي من ساهمت أكثر في تخريب الواقع الأدبي برأيك؟ يعني حقيقة الجوائز معدودة فيما يسمى بالعالم العربي الجوائز معدودة ومحدودة بضعة جوائز هذه الجوائز يعني فكرة المحاصصة فكرة غير معلنة لكن يبدو أنها ممارسة ممارسة بشكل واقعي أو بشكل كأن هناك تفاهم ما بممارستها بحيث أن هذه الدولة لم تنل الجائزة أو علينا أن نتوجه بها إلى أحد ما من هذه الدولة يعني الفكرة تحويل الجائزة إلى حصص للدول أو إلى حصص جغرافية أو إلى محاولات إرضاء وتراضي ولا شك بحدة الاستقطابات التي كانت قبل سنوات والتي لا تزال ممارسة بصيغ مختلفة تؤثر بشكل كبير قد تكون بشكل غير معلن وليس مفروض أيضا من الجهات المشرفة على الجوائز كأن يأتي أذكر في أحد السنوات مثلا كان هناك أحد المترجمين من سوريا كان في لجنة التحكيم جائزة البوكر وكان موقفه سلبيا جدا من الروائيين المعارضين للنظام وكان يقسم بأنه سيقصي من أي رواية لأي رواية يعارض النظام وذلك الشخص مارس شوفينية كبيرة تجاه المختلفين عنه بالرأي وحكم عليهم وحكم على أعمالهم بالإقصاء والإبعاد هذا السلوك هو سلوك شوفيني يعني يناسب شخصا بهذه الشوفينية وهذه مشكلته وليست مشكلة الجائزة وهذا فعله مشكلة من يمنح الجائزة يعني لماذا شخص بهذه الصفات موجود في لجنة التحكيم نعم يعني حين مثلا أنا كمانح للجائزة والأفترض أختار أناس لهم أسماء معتبرة نعم في مجالاتهم هذا الشخص له اسم معتبر في مجاله في مجال الترجمة والرواية لكن هو شخص موقفه سيء ورأيه وفعله غير متناسب مع إنجازه الأدبي إنجازه في الترجمة لكن هنا أيضا يحدث اللغط ومن هنا أيضا تكون الاستطابات مؤثرة في الجوائز ومن هنا أيضا يكون إلغاء الأعمال التي لا تتناسب مع موقفه السياسي هذه الاختلافات الخلافات السياسية أثرت كثيرا على الجوائز وعلى الأدب في زمن نراهن يعني لا يمكن أن نتجاهل هذه الخلافات العميقة وكأنها لا تحدث لا هي تحدث وهي تؤثر وهي تختلف من شخص لآخر ليس جميع المحكمين مهنيين قسم منهم قد يحكم ضميره وقسم منهم قد يحكم انتهازيته ومصالحه يعني وهذا من طبيعة البشر أيضا إذن يعني يمكن القول أن دور الجوائز بشكلها وصيغتها الحالية في عالم الأدب حولت من داعم ودافع إلى عقبة يعني أعجبني تشبيه لأحد الكتاب أيضا في ذات الملاف قال أنه أصبحت شيء يشبه الرتبة العسكرية الكاتب أصبح اسما ملحقا بجائزة هذا مدخل لسؤال آخر هل الجائزة تمنح قيمة للكاتب؟ أم الكاتب بمساهمته في الأدب الإنساني يمنح قيمة لتلك الجائزة؟ لماذا يتعامل الإعلام مع الاسم أو مع الكاتب كأنه اسم ملحق بجائزة؟ يعني يقال عنه أنه استلم تلك الجائزة لهذه الجائزة قبل التعريف به وعن مساهمته في الأدب الإنساني؟ هذه يعني من إشكاليات الكتابة الكاتب أو الأديب حين يكتب كتابه أو يشتغل عليه عليه أن يهتم بجوانب الأدبية أن يكون وفيا للأدب والجائزة لا تمنح أي رواء قيمة أو أي أديب قيمة إنه لم يشعر بتلك القيمة في داخله القيمة الحقيقية لدى الأديب أو الكاتب في كتابة نصه بتفان ووفاء إن جاءت الجائزة فهي مفيدة ماديا ومعنويا من حيث الانتشار من حيث التسويق من حيث التعريف تسريع التعريف به من حيث فرضه أو تكريسه في الإعلام لكنها لا تجعله أديبا أو لا تنزع منه صفة الأدب أو لا تمنحه تلك الصفة هو أديب وكاتب قبل الجائزة وسيبقى أديبا وكاتبا بعد الجائزة وهناك كثيرون في تاريخ الأدب لم يحالفهم الحظ بأي جائزة لكنهم أعلام في أزمنتهم وأعلام في مجالاتهم وفي الأجناس الأدبية التي اشتغلوا فيها وكتبوا فيها الجائزة مفيدة من أكثر من جانب لكن هناك مشكلة وسائل الإعلام أيضا حين تلاحق الجوائز وتسلط الأضواء على الفائزين أو الواصلين إلى قوائم نهائية منها وكأنهم هم درة تاج في هذا الأدب أو ذاك أو في هذا الجنس الأدبي أو ذاك هنا يحدث اللغة من حيث القيمة حين تتم التغطية الإعلامية يتم الحديث عن الجائزة منحها الجانب أو حيث أكبر من حتى من سيرة الكاتبة الذاتية أو الأديبة الذاتية مسألة أخرى أودي السؤال عنها هناك بعض الكتاب يعتاشون من الكتابة هذا أمر مفروغ طالما أنه اتخذ الكتابة مهنة بعض الجوائز تمنح بجوائز مالية كبيرة قد تصل إلى 60 ألف دولار هل مسألة أيضا السعي المادي يعني مسألة تأتي في سياقها الطبيعي أم أن الكاتب يجب أن لا يسعى وراء المادة يعني كما يقول بعض الطباويين يعني الأمور المادية أيضا هل نالت من هذا الوسط الأدبي يعني الكاتب هو كإنسان آخر يحتاج للعمل والعيش هناك الكتاب يعني في العالم العربي والكردي ضمنا لأنه نقول هذا الفضاء المفتوح وليس من باب الشوفينية الشوفينية أو العنصرين فضاء مفتوح لمن نعيش هناك أو يعيش هناك من هذه القوميات المختلفة سواء نحن كأكراد هناك ضمن هذا الفضاء الثقافي الذي نحن فيه الجانب المالي أو الجانب المادي يعني لا يمكن التقليل من شأنه لا يمكن تهميشه لا يمكن التعالي عليه أو التسامي عليه كما تفضلت بعض الطباويين يقول إن الأدب أو الأدب يجب أن لا يكترث للمادة لا هذا جانب واقعي أنا عرف كثير من الروائيين حريصون على إنجاز أو إنهاء رواياتهم حتى وإن جاءت مسلوقة على عجل لترشيحها لهذه الجائزة أو تلك المبالغ مغرية قد تكفل راحة للكاتب طيلة عمره هناك جواز تصل إلى أكثر من 200 ألف دولار أو 100 ألف دولار فإن نال الكاتب جائزة من هذه الجواز سيعيش مرتاحا لسنوات هذه الراحة تمنحه وقتا وهامشا ومتسعا للكتابة والإبداع لكن المصيبة أين؟ المصيبة في التهافت على الجواز المصيبة في جعل ذاك المبلغ وكأنه هو كل شيء والتعامي عن أي قيمة أدبية لذلك الروايات أو الروائيون الذين يلهثون وراء أعمالهم في الفترات محددة تأتي هذه الروايات باهتة أحيانا وسريعة ولا ترتقي إلى أي قيمة أدبية مستحقة لذلك يخسر الأمرين يخسر الجانب المادي ويخسر القيمة الأدبية التي هي ترفع من شأنه الأدبي والتي مع التراكم هي قد تجلب له الجواز أكبر ممكن لاحقا لكن المصيبة فقط التركيز على الجانب المادي وكأنه كل شيء والتعامي عن أي قيمة أو أي أمر آخر متعلق بالناص بجودة الناص بالاشتخال عليه بعطاه قيمته ووقته وحقه هذا التهافت هو المشكلة وليس الجانب المادي بالعقس الجانب المادي الكل من لا يسعى إلى يعني الناس تعمل هناك جزء غاية من العمل متعلقة بالمال ليس كل العمل من أجل المال هناك جوانب اعتبارية جوانب قيمية جوانب أخرى كثيرة جوانب متعلقة جوانب نفسية لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تهميش الجانب المادي طيب نتحدث في تفصيل آخر بخصوص الجواز التي تمنح للأعمال الأدبية التي تكتب العربية دائما ما يتم توجيه اتهامات ذات طابع سياسي إلى الظافرين بها مثل ما حدث مع نجيب محفوظ حيث اتهمته بعض الأوساط الأدبية العربية بأن موقفه من السلام مع إسرائيل قاده لنايل نوبل للأداب أو كما يحدث مع أدونيس حين يذكر اسمه للترشح لجائزة أدبية يتم التطرق لمواقفه السياسية هنا نأسف لذكر الأسماء لكن لتوضيح المراد من السؤال برأيك هل هذا تجنن على الأعمال الأدبية أم أنه بالفعل لا يمكن انكار دور المواقف السياسية في التتويج بالجوائز الأدبية الجوائز ليست بريئة بالمطلق من هذه التفاصيل حقيقة يعني النجيم محفوظ كان يستحق نوبل قبل أن ينالها في ذاك الوقت منذ السبعينيات كان يستحقها وهو مستحق لأنه أخذها لكن يبدأ يكون تركيب الأحداث على المواقف وتحويلها هي الأهم وتناسي الجانب الشعري بالحديث عن أدونيس مثلا وهو يعني يعتبر شخصية عامة وتقدم أو يرشح اسمه أكثر من مرة لجائزة نوبل رشح من قبل بعض العرب على ما أعلم ويتردد اسمه هو الذيه مواقف سياسية معينة الذيه الإنجازات أدبية مستحقة لكن المشكلة حين يتوج لأنه موقف سياسي كذا ويكون الخلط بين الموقف السياسي والجانب الأدبي بالنسبة لي من الصعب أن تفصل الجانب موقف الشخصي والسياسي والإنساني للكاتب عن أدبه الكاتب مثلا كيف تتغنى بالحرية في أشعارك في أدبك أو تتغنى بالمرأة في كتاباتك وأنت تهمش المرأة تعنف المرأة أو كيف تتغنى بالحرية وأنت رهين الاستبداد والديكتاتورية أو مستزلم لها هناك تناقض صارخ لا نقول مثلا كما كان يقول بعض علماء الدين ممن أفعالهم لا تتناسب مع أقوالهم أنه التزموا بأفعالنا أو بأقوالنا ولا تنظروا إلى أفعالنا هنا يعني هل يجوز هل نقول أنه فلننظر إلى أدب الأدباء من غير أن ننظر إلى مواقفهم تاريخ الأدب ينظر إلى الأمرين معا والأدب يعني الأديب لا يمكن فصله عن جانبه شخصي يعني هو لا يعيش في عوالم منفصلة وهو ليس منفصل عن ذاته وأفكاره بالنهاية الأدب هو شخصية الكاتب أو كما أن الأسلوب هو الكاتب فالأدب هو الأديب بمعنى ما يعني كتلخيص لما مر معنا يعني أمر آخر وهو سؤال الأخير تجدر الإشارة إليه ما تبدو عليه الصورة اليوم هو أن أهم في الجائزة للأسف هي الإشارة إلى الجهة المانحة إلى الحافز المادي في الجائزة إلى الموقف السياسي لحاصد الجائزة الإشارة ربما لأصله فصله عرقه انتمائه الديني قل لهم من يتحدثون عن ما هي العمل حاصل على الجائزة محتوى العمل قيمة هذا العمل الإبداعي الآن ما دور الكتاب لإعادة هذا الدور المضمر للجواز يعني عدم التهافت أو بداية عدم التهافت لاحقا عدم الاستعداء أنا حين أتقدم لجائزة لا أنالها أو لم يحالفني الحظ لا يعني أني سألغي هذه الجائزة وأبدأ بكيل التهم لها الجانب الآخر حين ينال شخص ما جائزة ما فتبدأ يبدأ تسليط الأضواء عليه يبدأ يعني تبدأ محاولات استكشافه من جديد وكأنه يعني يكتشف لأول مرة من قبل الإعلام أو القراء يبدأ الحديث عن تفاصيل معينة كيف كتب لماذا كتب الجوانب الشخصية التاريخي شخصي ومن يعني قد تبدو هذه من العنات الجواز بالنسبة للبعض وقد بالنسبة لمن يعشقون الظهور والأضواء قد تبدو هذه مفيدة لهم أيضا لكن أعلم أن كثير من الأدباء يميلون للعزلة مثلا أذكر هنا الرواي اللبناني وهو من أبرع من يكتب الرواية في العالم العربي الآن في الرواية العربية ربيع جابر حين نال جايزة بوكر قبل السنوات عن رواية دروز بيلغراد وكان يستحق نيلها في السنة السابقة عليها عن رواية أمريكا وهي رواية حقيقة أعتبرها تحفى أدبية الرجل يكره الأضواء يعني لا يكترث الأضواء يرفض الظهور الإعلامي مكتفن بعزلته يبدع من غير تطبيل أو تزمير ومن غير الانضواء في العصابات الإلكترونية أو الشلال الثقافية أو المافيات الثقافية أو الغير التنفيع أو تبادل التنفيعات هو يكتب ويبدع يعني لا يعاني من وهم الفرادة والاستحقاق والاقتباس لك قلت لا يعاني من وهم الفرادة والاستحقاق تماما تماما هو يعيش هذا التفرد وهذا التمييز وهناك رواية عالمي آخر مثلا صاحب رواية العطر باتريك زوسكينت هو يعيش أيضا عزلته ويعني يعيش متعته في تلك العزلة ويبدع أعمالا عظيمة أيضا مشكلة الجواز حين تأتي وحين تتقاطع مع نرجسيات معينة ويبدأ ظهور وكأن الكاتب هو عارض أزياء ما عليه أن يكون متواجدا في كل محفل عليه أن يكون يظهر ويدي رأيه في كل تفصيل عليه أن يضع صوره بكل ساعة أو كل يوم وكأن الناس تنتظر تنتظر إطلالته هنا المصيبة مصيبة الأدب وفجيعة الكاتب بأدبه وبذاته وفجيعة القراء به أيضا أنا لا أمارس حقيقة دورا إقصائيا أو وصائيا على أحد بهذه الأقوال هذه يعني مما نراه من ممارسات ومما يثار من وقائع أيضا وما نلاحظه كمنخرطين في هذه الأجواء يعني الكتاب الذين لم يحالفهم الحظ في نيل الجوائز يعني وصفتهم بأنهم يركنون أو عليهم أن لا يركنوا لليأس والأحباط أيضا ماذا تقول للكتاب الذين لم يحالفهم الحظ في نيل الجوائز الجوائز معدودة والأدباء من الكثرة بما كان لا يمكن لأي جائزة أو لأي جوائز أن تغطيهم جميعا وهناك كثيرون عظماء لم ينالوا جوائز مثلا الآن في الرواية العربية سليم بركات لم ينال أي جائزة أدبية في الرواية يعني هناك بضع رواية جوائز جائزة البوكر كتارا نجيب محفوظ وطيب صالح للأعمال المخطوطة وقد تكون هناك جوائز صغيرة أخرى هنا أو هناك أو جوائز كبيرة ممكن لأعمال عامة أو أكثر لكن كاتب كالسليم بركات لم ينال هذه الجوائز هل يعني هذا أنه لا يستحقها أو أن الجوائز أكبر منه أو من نالها هم أهم منه لا الأمر مختلف الأمر يرجع لطبيعة اللجان طبيعة الجوائز طبيعة المتوجهين لها طبيعة الفائزين الأمر يعني لا الجائزة لا تعطي قيمة للكاتب إن لم يكن هو معتزا بقيمته الأدبية ويعني كتبنا أنا بشكل شخصي إذا تحدثت عن نفسي أنا كتبت الرواية قبل أن تكون هناك جوائز رواية في العالم العربي ونشرتها قبل أن تكون يعني أكثر من 15 سنة أو 2005 أو 2006 كانت أول رواية لي لم تكن هناك جوائز حينها ولم يكن الهاجز هو هاجز التسابق لنيل هذه الجائزة أو التقدم لها أو لا كان الهاجز أن أعبر عما يجول في نفسي عن همي عن قضيتي عن عما أؤمن به محاولات إيصال ما أود إيصاله للآخرين وهناك الكثير من الحكايات والقصص والأفكار التي تستحق أن تروى والجائزة مفيدة من حيث تسريع الانتشار والشهرة والأموال التقدير المادي لكن إن لم تأتي فهذا لا يعني أن الأدب من دون قيمة قيمة الأدب الحقيقية في الأدب وليست في الجوائز الجوائز تكتسب القيمة من الأدب ولا تعطيها ولا تعطي الأدب قيمة تكتسب منه القيمة نعم سننهي بهذه الكلمات الجميلة شكرا جزيلا لك الكاتب والروائي هيثم حسين كان حوار شيق شكرا شكرا جزيلا لكم وشكرا جميع المستمعين شكرا جزيلا لكم